موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أكرم الأكرمين ثم أما بعد أحبتي في الله إن من أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته العلا اسمي الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في كتابه الكريم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم فقد كتب ربنا جل جلاله الرحمة على نفسه فقال عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة وسبقت رحمته غضبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي إن رحمتي سبقت غضبي وفتح أبوابها لعباده الصالحين ونشرها بين الخلائق أجمعين قال صلى الله عليه وسلم جعل الله الرحمة مئة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الفرس حافرها عن ولده خشية أن تصيبه فهو جل جلاله رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما هو أرحم بالعبد من الأم بولدها وعندما جئ للنبي صلى الله عليه وسلم بسب وجد امرأة تبحث عن وليد لها فقدته فلما وجدته لم تبالي بنظر الناس إليها أخذته وألصقته إلى بطنها وأرضعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته أترون هذه طارحة ولدها في النار فقال الصحابة لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الله أرحم بعباده من هذه بولدها والقرآن الكريم مليء بمضامين الرحمة والإنسانية قال الله تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين ورحمة الله تعالى مقصد الملائكة المقربين ويدعون بها التائبين فيقولون ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم فبرحمته سبحانه يحفظنا ويحمينا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وبها يغفر زلاتنا ويتجاوز عن سيئاتنا فقد قرنت المغفرة بالرحمة قال عز وجل وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ومن رحمته سبحانه أن أرسل لنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم قال تعالى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ فكان صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداه كان صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداه يرحم الصغير والكبير ويعطف على الضعيف والمسكين والقريب والبعيد والمسلم وغير المسلم وقال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت رحمة وغرس قيم الرحمة في نفوس أصحابه فكانت الأساس في علاقاتهم وتعاملاتهم حتى وصفهم ربنا جل جلاله بقوله رحماء بينهم أحبة الكرام إن التخلق بخلق الرحمة من دلائل الإيمان أو دعها الله تعالى قلوب عباده فالمؤمن رحيم بخلق الله يحب لهم ما يحب لنفسه ويبذل من الخير ما ينال به رحمة ربه فهو مصدر خير ورحمة وسلام للعالمين قال صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى ترحموا قالوا يا رسول الله كلنا رحيم فقال صلى الله عليه وسلم إنه ليس برحمة أحدكم خاصة ولكن رحمة العامة فبالرحمة والتراحم تطيب الحياة ويسعد الناس وتتآلف القلوب وتتجانس الأرواح ويصبح المجتمع جسدا واحدا إخواني الكرام اعلموا أن للرحمة مجبات يستحق بها العبد رحمة ربه جل جلاله فقد نسب الله تعالى عباده الصالحين إلى اسمه الرحمن فقال عز وجل وعباد الرحمن وما ذاك إلا لأن قلوبهم ملئت رحمة ولطفا وإحسانا إلى الخلق أجمعين فرحمة الله أرجى ما تكون للعبد الصالح قال عز وجل وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وأقرب ما تكون من العبد المحسن قال سبحانه إن رحمة الله قريب من المحسنين ومن استمع لكلام ربه وأنصت نزلت الرحمات قال سبحانه وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون وينالوا رحمة الله من أوى إلى ربه وأناب إليه واعتصم به وتوكل عليه قال تعالى فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل وللمستغفرين أوفروا الحظ والنصيب من رحمة الله تعالى قال عز وجل لو لا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ومن سأل الرحمة من ربه نالها ونال بها سعادة الدنيا والآخرة لأنها عطية أرحم الراحمين قال تعالى إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا اغفر لنا إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين أحبة الكرام أحبة الكرام لقد وعد الله تعالى الرحماء من عباده بنير رحمته في الدنيا والآخرة قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء فالمؤمن رحيم بنفسه وبوالديه يدخل السرور على قلوبهم ويسأل الله الرحمة لهم قال تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ورحيم بأهل بيته يعطف عليهم ويحسن إليهم ورحيم بذوي قرابته يتفقد أحوالهم ويسعى على إنفائذ حوائجهم والإنفاق عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاثة وذكر منهم ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قرباه والمعلم رحيم بتلاميذه نصحا وتعليما فيصبر عليهم ويرفق بهم ولذا قدم الله الرحمة على العلم حين قال آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما والمسلم يرحم جميع المخلوقات من طير وغيرها فيشكر الله تبارك وتعالى له صنعة ويغفر له ذنبه هذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا من الحق هو ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة